موسيقى أرحب بك من جديد صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة ومازلنا مع الرسول بولس في المحاكمات المتعددة والمتتالية التي وجهها في قيصرية ونحن الآن أمام آخر لقاء له في قيصرية حيث كان يحاكم أو يستجوب أو يسمع أغرباس الملك قصته في ذلك الوقت في البداية قدم فاستوس القضية لأغرباس في الآيات 23 إلى 27 من أصاح 25 نقر عن ما قاله فاستوس لأغرباس في هذا الأمر ففي الغد لما جاء أغرباس وبرنيك في احتفال عظيم ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين أمر فاستوس فأتى ببولس فقال فاستوس أيها الملك أغرباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهتي كل جمهور اليهود في أوريشالين وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى قيصر عزمت أن أرسله وليس لي شيء يقين من جهتي لأكتب إلى السيد لذلك أتيت به لديكم ولا سيما لديك أيها الملك أغرباس حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه لا شك اعتبر فاستوس وجود أغرباس وبرنيقي في قيصرية حدثا عظيما فأقام ليهم احتفال واستقبال يليق بيهم بحضور قيادات قيصرية كان منهم خمسة من الأمراء حسب شهادة يوسيفوس المؤرخ بدأ فاستوس اللقاء بمخاطبة الملك أغرباس وبقية الحضور بعد أن أتى ببولس إلا أن حديثه جمع بين الحقائق الصحيحة والخاطئة من هذه الحقائق الصحيحة إن اليهود طالبوا مرتين بقتل بولس وإن فاستوس لم يجد عليه علة تستحق الموت لكن الغير صحيح إن فاستوس لم يكن لديه أمرا محددا يخص بولس يرسله للملك ذلك لأن التهم اليهودية كما رأينا كانت محددة وواضحة وسمع بيها لكنه في الحقيقة لم يرى منهم دليل يؤكد شكواهم إذن فاستوس كان عنده فرصة إنه يعلن برائد بولس ويطلق صراحه لكنه لم يفعل وهنا يبدأ الحديث عن دفاع بولس أمام أغرباس هذا الحديث المطول اللي فيه أصحاح ستة وعشرين والآيات واحد إلى تلاتة وعشرين حقيقة المشهد غريب بولس رسول يسوع المسيح المبارك بالتضاع ونقاوت سيرته يقف أمام أغرباس وبرنيكي وهما يمثلان الفساد والشر والنجاسة وينحدران من عائلة هيروليس الشريرة بدءا بهيروليس الكبير واللي حاول قتل الطفل يسوع وابنه هيروليس أنتباس اللي قطع رأس يحنى المعمدان وهو ما لقبه الرب بالسعلب وأيضا حفيد أغرباس الأول اللي قتل يحنى ابن زبدي بالسيف والآن يقف بولس أمام أغرباس الثاني ابن الأول فقال أغرباس لبولس مأزون لك أن تتكلم لأجل نفسك حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج إذن أغرباس لما شاف بولس وعنده أضية وعنده موضوع ورافع دعواه لقيصر حبي يسمع منه وأذن لي بالكلام وإيديه مقيدة بالسلاسل قدم بولس التحية للملك وبدأ يحتج ودي زي ما تابعنا المرة الخمسة اللي فيها بولس بيدافع عن نفسه وفي الغالب كان أكثر هدوءا وحديثه مطول لكنه لم ينسى أبدا أن يقدم رسالة الإنجيل للملك وللحضور أيضا وابتدى كأنه بيقدم تحية افتتحية في آية اتنين وثلاثة من أصحاح ستة وعشرين وقال كده إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغرباس إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الآنات بولس بيبدأ حديثه بتهنئة نفسه لأنه أعطيت لي فرصة ليدافع عن نفسه أمام الملك أغرباس عن كل التهم اللي وجهها لليه اليهود بصفة خاصة لأنه أغرباس كان بيعتبر خبير في الشؤون اليهودية الدينية ومشكلات المجتمع عشان كده بولس بيتوقع أنه يمنح الوقت الكافي لعرض قضيته فاتكلم غالبا كعادته عن الماضي بتاعه ماضيه كفريسي وقال كده في الآيات من أربعة لتمانية هذا القول فصيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين أمتي في أوريشاليم يعرفها جميع اليهود عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشتوا فريسيا والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا الذي أصباطنا الإثن عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملكة غرباس لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا كان معروف في مجتمع اليهودي بفريسيته وغيرته على النموس فقدت رب عند رجلي غمالأيل كما هو معروف وكتب هذا بوضوح في غلطي واحد آية 13 و14 سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أطهد كنيسة الله بإفراط وأطلفها وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي فهو كفريسي أمين كان يؤمن بقيامة الأموات ولهذا يعد أمر غريب غريب جدا إنه هو يحاكم على إيمانه بالقيامة فقد قبض عليه اليهود وحاولوا قتله عندما أعلن أنه يؤمن بالقيامة واليوم أمام أغريباس هو يحاكم على رجاء الوعد وهذا الوعد الخاص بمجيء المسية صار من الله للآباء عن طريق الأنبياء لكل الأمة وكل الأصباط فهو إذن يحاكم بسبب إيمانه وانتظاره اللي هو إيمان وانتظار كل إسرائيل الفارق الوحيد بينه وبين اليهود إنه هو يؤمن إن هذا الوعد قد تحقق في يسوع المسيح أما هم فمازالوا ينتظرون ويتوقعون يسوع هذا قد مات لكنه قام وقيمته دليل على إنه هو المسيح زي ما كتب بعد كده في رمية واحدة أربعة فقد تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات في ختام هذا الجزء يخاطب بولوس الملك أغرباس باعتباره ممثل لليهود ويقول له لماذا يعد عندكم أمر لا يصدق أن أقام الله أمواتا وقد سبق إنه أخبر فاستوس أغرباس إن الخلاف بين بولوس واليهود هو عن واحد اسم يسوع قد مات وكان بولوس يقول إنه حي ده كان كلام فاستوس لأغرباس من قبل الخلاصة أحبائي إن بولوس أراد أن يقول إنه هو واليهود يؤمنون بقيامة الأموات ويؤمنون أيضا بمجيء المسيح لكن هو بيشهد إن يسوع هو المسيح الذي مات وقام وإنه هو شخصيا رأى المسيح بعد القيامة أما هم فلا يؤمنون ولا يصدقون ده كان خلاصة حديث الرسول بولوس عن مضيه كفريسي لكنه انتقل بعد ذلك عن مضيه كمضطهد فقال في الآيات من 9 إلى 11 ما زال بيكلم أغرباس فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لإسم يسوع الناصري وفعلت ذلك أيضا في أوريشاليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذنا السلطان من قبل رؤساء الكهنة ولما كانوا يقتلون اللي هم المسيحيين يعني اللي بيتطهدهم ألقيتوا قرعة بذلك وفي كل المجامع كنت أعقبهم مرارا كثيرة وأضطروهم إلى التجديف وإذا أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج بولوس عايز يقول هنا أنه أمنته لعقدته كفريسي دفعته أن هو يبزل كل جهده لمقومة اسم يسوع ومن يؤمنون أو ينادون به وابتدى هذا البرنامج في أوريشاليم ومتسلح بسلطان أخذ من رؤساء الكهنة ولم يكتفي بوضع المسيحيين في السجون بل كان يؤيد ويسعى لقتلهم كان بيتعقبهم من منطقة إلى أخرى في أوريشاليم وخارجهم ومن خلال المجمع كان بينفس فيهم عقوبة الجلد باعتبارهم مجدفين ويمكن ده اللي حذر منه المسيح نفسه في مط عشرة قال الرب يسوع ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وكان بولس أو شاول قبلا بيواصل اضطهاده للمسيحيين بطردهم خارج أوريشاليم إلى مدن أخرى بعد كده من آية 12 إلى 18 انتقل الرسول بولس في حديثه أمام أغرباس عن ما نسميه الرؤية السماوية فماذا قال ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي فلما سقطنا جميع على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تطهدني صعب عليك أن ترفص مناخس فقلت أنا من أنت يا سيد فقال أنا يسوع الذي أنت تطهده ولكن كم وقف على رغليك لأني لهذا ظهرت لك لأن تخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتع عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان به وفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين أحبائي كما نذكر دمشق من المدن الخارجية اللي صافر إليها بولوس لتعقب المسحيين هذه المرة وهو يحمل معه توصيات من رئيس الكهنة بتدي له الحق في اضطهاد المسحيين قبل أن يصل إلى دمشق حدث هذا الذي كان يحكيه واللي سماه الرؤية السماوية وتعرضنا لهذا الحدث من قبل لما كنا بنتأمل في أصاح تسعة وفي أصاح اتنين وعشرين أخبر في لكسو الحضور بما حدث حيث النور القوي الذي أبرق حوله والذين معه وسقطوا جميعا على الأرض ونداه الصوت باللغة العبرية شاول شاول لماذا تضطهدني وتساءل شاول عن الصوت فأجابوا أنا يسوع الذي أنت تضطهده أدرك شاول أن اضطهاده للمسيحيين هو اضطهاد ليسوع المسيح وبعدين انتقل في روايته إلى اختياره خادم وشاهد ليسوع المسيح وأشار إلى أن الله عمل معه سلاسة أفعال في أزمينة مختلفة ففي الماضي ظهرت لك وفي المستقبل منقذا إياك وفي المضارع أرسلك إليهم الأمر الأول أن الرب ظهر ليه لدعوة عامة أن يكون خادما ودعوة خاصة ليكون شاهدا والبشير لوأة ابتدى إنجيله بالإشارة إلى رسل المسيح بهتين الدعوتين معاينين وخداما للكلمة ونفس الشيء هنا بيؤكد عليه الرسول بولوس أنه سيكون شاهد بمرأة وبما سيظهره له المسيح الأمر الثاني أن الرب سينقذه من الشعب ومن الأمم زي ما الرب قال الكلام ده ومعناه لإرمية سأريه الرب قال لحناني هذا الكلام كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي فالمعنى المقصود إن شاهدت لن تتوقف حتى يتمم عمل الله والإرسالية اللي أرسلوا ليها الله يتممها بالكامل الأمر الثالث إن الرب سيرسله إلى الأمم والتشديد هنا على إن الرب نفسه هو الذي سيرسله زي ما شاهد من قبل فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا وهكذا كانت دعوة بولس أن يكون رسولا ورسولا للأمم وفي هذا يتساوى تماما مع الرسل إلا الرب قال لهم بعد القيامة أرسلكم أنا في يحنى عشرين وآية واحد وعشرين أما هدف الإرسالية يفتح عيونهم وده بيقول لنا إنه العالم الوسني العالم البعيد عن الله في ذلك الوقت وإلى الآن هو عالم أعمى والهدف لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله أوضح المعنى العملي لتفتح عيونهم في قوله كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله تغيير جزري لمن يقبل الرسالة انتقال من الظلمة وقيود الشيطان إلى نور وحرية مجد أولاد الله البركة المباشرة لمن يتجاوب مع الرسالة اللي وضحها في آية 18 وفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين وفران الخطايا ده جزء أساسي من إنجيل المسيح وتقال من بدري يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا الأمر الثاني نصيب مع المقدسين وبكده نشوف الحياة الجديدة في المسيح مجتمع المسيح الجديد فيه الغفران وفيه الشركة شركة بين اليهود والأمم معا شركاء في كل بركات الخلاص من يغفر خطاياه ينضم إلى جسد المسيح إلى الكنيسة لسابولس بيواصل حديثه أمام أغرباس الملك وده إلا هنكمله بمشية الرب في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم أستودعكم لنعمة القدير والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر